السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ تمنى أنكم بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي الكبار ما شاء الله عليهم إذن أبنائي وبناتي أوانين التعلم عن بعد أولا علي أن أختار مكان مناسبا للتعلم عن بعد يكون خالي من الضجيج معرف بجدولي وأوقاتي التعلم المباشرة كما يجب علي أن أجهز كتابي أدواتي التي أحتاجها والألوان وأجلس جلسة صحيحة أشاهد درسي وأستمع بتركيز أكون حاضر الذهن وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له نستمتع جدا بتواجدكم معنا لذا ابقوا حتى انتهاء الوقت المخصص أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البلث للتوجيه والإرشاد الأهداف التدريسية التي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها أولا الاستمع أن يستمع الطالب والطالبة إلى أحداث القصة بعد ذلك أن يربط الطالب والطالبة الكلمات بمدلولها من الصور ثالثا أن يجيب الطالب والطالبة عن أسئلة النص رابعا التسلسل وتعلم سرد القصة أن يذكر الطالب والطالبة أحداث القصة بالتسلسل الصحيح ثم أن يستخرج الطالب والطالبة الأفعال الموجودة بالقصة رابعا أن يصحح الطالب والطالبة الجمل الخاطئة عنوان الدرس التعبير عن قصة من الخيال المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الاجتماعية الأرنب الكسول والقط المشاكس في يوم من الأيام خرج أرنب كسول من جحره ليجمع الجزر قابله في الطريق قط شقي فقال للأرنب أين تذهب يا صديقي فرد عليه قائلا أبحث عن طعام ولكن الطريق طويل ومجهد فكر القط بخدعة ليعطي الأرنب درسا في الجد والمثابرة فقال له اذهب لنهاية الطريق ستجد ما تريده تحرك الأرنب ببطء شديد وعند وصوله لنهاية الطريق لم يجد شيئا سوى القط يضحك ويقول له لقد خدعتك يا صديقي يا صديقي الكسول ففي الجد والاجتهاد ينال المراد إذن نحيد سرد القصة الأرنب الكسول والقط المشاكس في يوم من الأيام خرج الأرنب الكسول من جحره ليجمع الجزر قابله في الطريق قط شقي فقال للأرنب أين تذهب يا صديقي فرد عليه قائلا أبحث عن طعام ولكن الطريق طويل ومجهد فكر القط بخدعة ليعطي الأرنب درسا في الجد والمثابرة فقال له اذهب لنهاية الطريق ستجد ما تريد تحرك الأرنب ببطء شديد وعند وصوله لنهاية الطريق لم يجد شيئا سوى القط يضحك ويقول له لقد خدعتك يا صديقي الكسول ففي الجد والاجتهاد يرال المراد إذن أبنائي وبناتي هيا نرتب الصور بناء على تسلسل أحداث القصة في البداية قصتنا كانت تقول أنه خرج أرنب من جحره كان يريد أن يجمع الجزر أي صورة خرج فيها الأرنب من جحره الأولى أم الثانية أم الثالثة ها وين الصورة اللي خرج فيها الأرنب من جحره الأولى أم الثانية أم الثالثة أحسنتم هنا خرج الأرنب من جحره إذن أولا نضع لهذه الصورة رقم واحد واحد أنه خرج الأرنب من جحره وهو ذهب في طريقه يجمع الجزر من قابل؟ قابل من؟ قابل القط أحسنتم وجلس يتحدث معه أي صورة كان فيها القط قاعد يتحدث مع الأرنب ويسولث معه شوفوه يسولث معه ما جلس يضحك عليه قاعد يتحدث معه ويسأله أنت وش عندك يا صديقي ماذا تفعل؟ فقال له اشتكى له قال والله أنا جالس أبحث عن الجزر وأنا تعبت وأنا أبحث وطريق طويل وأنا خلاص تعبت ها في أي صورة؟ أحسنتم في الصورة الأولى هنا نضع رقم اثنان أولا خرج من جحره بعد ذلك قابل القط وقابله بعده وقال له أنه أنا جالس أبحث عن الجزر وفكر القط بخطة عشان يخدعه قال له ذهب إلى أين؟ إلى نهاية الطريق وعندما ذهب هذا الأرنب ببطء شديد ووصل أخيرا لنهاية الطريق من قابل هناك وكان يضحك عليه؟ أحسنتم القط أي صورة القطة لس يضحك على الأرنب؟ أميت من الضحك في أي صورة؟ أحسنتم في صورة رقم اثنان إذن صورة رقم اثنان هو الحدث الأخير أولا خرج من جحره قابل القط وتحدث معه ودلح أن يذهب إلى نهاية الطريق وكانت خدعة منه بعد ذلك عندما وصل لهذا الأرنب ببطء شديد وبعد ساعة وهو قاعد يمشي لقل قط دالس يضحك عليه قول لأنا بغا أعطيك درس عشان تتعلم إذن منتازوا استماعكم رائع استطعنا بذكر القصة حسب تسلسلها الصحيح نحود إلى استراتيجية البطاقات الملونة ونشوف البطاقة الزرقاء ماذا يوجد بها من سؤال عن ماذا كان يبحث الأرنب؟ أرنب كان يبحث عن ماذا؟ عن طعام من هو هذا الطعام؟ ما اسمه؟ جزار أحسنتم إذن أعطيكم نجمة ونعود إلى بطاقاتنا الملونة ونختار اللون الوردي من الذي خرج من الجحر؟ من هو الشخص؟ من هو الحيوانة اللي خرج من جحره؟ وكان جالس يبحث ويدور عن طعام؟ من هو؟ هل هو القط أم الأرنب؟ أحسنتم رائع الأرنب ممتاز إذن نعود إلى بطاقاتنا ونختار البطاقة الصفراء ونشاهد السؤال في بطاقة الصفراء ماذا يقول؟ من الذي فكر بخدعه؟ من هو الجزار؟ بعطيه درس بخدعه؟ من هو الشقي؟ القط رائع ممتاز نجمة أخرى أخيراً البطاقة الخضراء ماذا تقول؟ ما سؤال في البطاقة الخضراء تتوقعون؟ هل وجد الأرنب شيئاً في نهاية الطريق؟ عندما دل هذا القط هل وجد شيء هذا الأرنب؟ لا أحسنتم أبنائي وبناتي ممتاز لم يجد شيئاً إذن اكتشف أن القط ماذا؟ جلس هناك يضحك عليه ويقول لأنا خدعتك لأبغطك درس أبغطك صير مشتهد تتحرك بسرعة مو كسول إذن اختر الجملة الصحيحة أنا أمامي جملتين أيهم جملة صحيحة؟ فكر القط بفكرات ليخدع الأرنب أم لاحظوا في البطاقة البرتقالية وش مكتوب؟ فكر القط بخدعة ليخدع مين؟ الأرنب بطاقة الزرقاء تقول خدع الأرنب والأرنب وش الجملة الصحيحة اللي وردت في النص وسمعناها؟ أحسنتم فكر القط بخدعة الموجودة في البطاقة البرتقالية فكر القط بخدعة لمن يخدع مين؟ الأرنب سمعناها وذكرات هذه الجملة في النص الآن هيا نختار الجملة الصحيحة ضع دائرة على الجملة الصحيحة التي وردت في النص خرج قط كسول أم خرج أرنب كسول من جحر من اللي خرج؟ من هم الجملة اللي وردت في قصتنا؟ هل خرج قط القسول؟ ذكرنا أم ذكرنا أنه خرج أرنب كسول؟ من يتذكر؟ أحسنتم خرج أرنب كسول هكذا ورد في قصتنا أن الأرنب هو اللي كسول وهو اللي خرج من جحر ولم نقل أن هناك قط كسول وإنما قلنا قط ماذا؟ من يتذكر؟ قط ماذا؟ شقي أحسنتم الآن ضع دائرة على الجملة الصحيحة التي وردت أيضا في النص ضحك القط هل وردت في النص؟ أم ضحك الأرنب من القط؟ من اللي ضحك في الأخير؟ وجلس يضحك ها 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 أنا لعبت عليك وأصلا أنا بغير تكدرش عشان تتعلم القط اللي كان يضحك في القصة في آخر القصة ضحك؟ أم الأرنب اللي جلس يضحك من القط؟ برأيكم من كان يضحك؟ الجملة اللي سمعتوها في النص ووردت في النص من كان يضحك؟ أحسنتم القط كان يضحك إذا مضحك القط عندما وصل الأرنب إليه كان يمشي ببطء شديد وهذا قال له أنا كنت أريد أن أعطيك درس في الجد والمثابرة ففي الجد والاجتهاد ينال المرء ماذا؟ ينال المرء المراد أحسنتم إذن عن من تتحدث قصتنا أبنائي وبناتي؟ عن الأرنب الكسول ومن؟ ومن عن القط الشقي؟ إذن قلنا أن القصة تتحدث عن الأرنب الكسول والقط الشقي قلنا أنها قصة خيالية لماذا؟ هل فعل حقيقة؟ أن الأرنب كسول؟ أن الأرنب كسول وأن القط شقي؟ لا هل فعلا؟ طيب لا لا القط حكيم ويفكر ويسوي خطط وحركات؟ لا لذا هي قصة خيالية تخيلناها معا ورسمنا الأحداث إذن انتبهوا حتى نضع بعدين في أهدافنا القادمة سنضع أنا وأنتم قصة من خيالنا تحدث عن حيوانات أخرى اليوم تحدثنا عن الأرنب وعن القط الماذا؟ الشقي والأرنب الكسول أرنب دائما نعرف أنه في حياتنا العامة الأرنب وش فيه؟ سريع ويروح يبحث عن الأكل والطعام ومثابر صحيح؟ إذن ولكن هذه قصة خيالية حتى نتعلم منها ومن خيالنا ليست واقعية وموجودة في الواقع أحسنتم أبنائي وبناتي استمتعت معكم كثيرا كثيرا أستودعكم الله وألقاكم على خير معلمتكم منال صالح الغريب